السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمد مختار معلم اول لغة انجليزية. اعزائي طلاب الصف الاول الاعدادي. النهاردة معدنا مع يونت 2 لسون 3 في الورك بوك. بقى هنفتح الورك بوك مع بعض. عندنا في سؤال الاول بيقولنا listen and match the objects with the people. هنا بيقول لي استمع ووصل الاشياء بالناس. طيب هنسمع ونبدأ نشوف عندنا هنا a, p, c, d. عندنا بعض الحاجات اللي موجودة عندنا pin وباك وبوك ورولر. نشوف كده مع بعض. عندنا هنا شباب بيقولنا فاطمة ومريم. هاي مريم. اهلا يا مريم. is this Malak's pin? هل ده ألم ملك? no that's Judy's pin. لا ده ألم جودي. she always uses that pin. هي دايما بتستخدم ذلك القلم. اوكي. who's bag is this? milkman. هذه الحقيبة. that's huda's bag. دي حقيبة huda. no it isn't. huda's bag ليست حقيبة huda. her bag is red. حقيبتها لونها حمرة. this bag is blue. يعني الحقيبة دي زرقة. اوكي. then it's malak's bag. اذا فهي حقيبة ملك. there is a book on the disk. في كتاب على المكتب. is that your book? هل ذلك كتابك? no it's the teacher's book. لا ده كتاب المعلمين. هنا teachers خلي بالكو شباب. هنا الابسترو فيه فقط. اللي بعد الاس بتاعت الجمع. all the teachers use that book. كل المعلمين بيستخدموا ذلك الكتاب. اه. i know whose rule this is. انا عرفة بتاعت مين المسطرة دي. it has dalia and it's. مفروض. it's dalia and it has dalia and it has names on it. موجود عليها اسم او اسامي داليا وعزة. يبقى طبعا اكيد دي ملك داليا وعزة. اللي هي المسطرة دي. بعد ما اسمعنا طبعا. يبقى عندنا one. داليا وعزة. هيكون رقم سي. اللي هي الرولر. المسطرة. the teachers هيكون دي. اللي هو البوك. الكتاب. ملك ليه ثري. هتكون بي. اللي هي الباج. وطبعا جودي اي. طيب. هنا بيقولنا. complete the sentences. اكمل الجمل. it's jude's pin. طبعا كان قلم جودي. طيب الباجة شباب. كانت ايه. طبعا كانت ملكس. ملك ملك يعني. بتاعة ملك. ملكس باج. it's the teachers. وتيتشارز جامعة شباب. وحط الابستر في بعدها. teachers book. it's dalia and عزة's ruler. dalia and عزة's ruler. يعني مصطرة داليا وعزة. read and correct the underlined words. اقرأ وصحح الكلمات اللي تحتها خط. my sister goes to a girl's school. تذهب الى مدرسة بنت. طبعا مدرسة بنات. المفروض girl's. تبقى جمع. وحط الابستر فيه الخاصة بالملكية بعد الاس. هنا this is ali's phone. it's new. يبقى هنا الخطأ ان انا هقول علي. وحط ابستر في اس الملكية. يبقى تليفون تليفون علي. these are my sister's shoes. هنا هشوف انا يا ترى هي اخت واحدة ولا اخوات كتير. قال لي her name is huda. اسمها هودا. يبقى هي واحدة بس. يبقى sister. وحط ابستر في اس الملكية. يبقى حزاء اختي. those are my brother's jackets. طب البراثرز هنا هشوفهم يا ترى. هل هم براثر واحد ولا براثرز جمع. قال لي they go to the same school. بيذهبوا لنفس المدرسة. يبقى اكيد brothers. جمع. وحط الابستر في بعدها. can you see camels and ameer classroom. it's on the right. طبعا احنا قلنا لما يكون عندي اتنين. يا اما احط الابستر في اس مع الاسم الاخير. او مع الاسمين. يعني انا ممكن اقول camels and ameers. كده ممكن تبقى صح. او ان انا احط مع الاسم الاخير بس اللي هو او الكمال and ameers classroom. فصل كمال وامير. طيب هنا بيقول هنا which rules do you follow at home. اي قواعد بتتبعها في البيت. write a list using always or never. اكتب قائمة باستخدام always و never دائما وابدا. i always do my homework before i watch tv. دايما بعمل واجبي قبل مشاهد التلفزيون. طيب 2. i never play before i do my homework. ما بلعبش ابدا قبل ان اقوم بعمل الواجب. i always help in the housework. دايما بساعد في الاعمال المنزلية. الhousework. عندنا هومورك والواجب المنزلي. وهوسورك الاعمال المنزلية. i never say unkind things. لا اقول ابدا الاشياء الغير طيبة. يعني الحاجات اللي مش كويسة. thank you. تابعونا في الدروس القادمة ان شاء الله. اشتركوا في القناة